السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبير وما أدراك ما شبير رسالة نارية لمحامي أشيبي لعب الزمالك الأفضل في أفراقيا ورحيل نجم الزمالك نبتدي بالأخ شبير اللي ما بيظهرش غير في النفاق والتهليل والتطبيل بيقول الشيبي هات لحسين الشاحات مؤبد أو أعدام شبير والرسالة نارية لمحامي أشيبي وجه أحمد شبير حارس مرمى النادي الأهلي سابقا رسالة نارية إلى محمد محامي محمد الشيبي نجم فريق برامز في ظلة الصيد المستمر في أزمته المشتعلة مع حسين الشاحات نجم الأهلي وقال شبير ساخران في تصرحات إزاعية تاني 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 رجعين أنا وأنت تاني للعذاب رجعين للشيبي والشاحات تاني هغنيها وعملها موال آه والله عشان محامي تاني يطلع يقولك هنستأنف ونحبس هسين الشيبي ثم تابع شبير رسالة موجهة ساخرة للمحامي أقولك حاجة هاتل حسين الشاحات مؤبد أو أعدام يستحق الأعدام شنقا أو رميا برصاص استأنف أعمل اللي انت عايزه ثم دفع شبير لا وكمان دلوقتي دخله على الخط المواقع في المغرب يا جماعة هناك حكم صدر وده أقصى حكم في مثل هذه القضايا سنة مع إيقاف التنفيذ لكن المحامي قالك أنا هشيل إيقاف التنفيذ اللي عايز ياخد إجراء ياخده بس كده كتير قوي يا جماعة وشكلنا وحش والناس بره بتضحك علينا كتير فعلا قوي اللي بيحصل ومش في صالح الكرة المصرية ولا في صالح الناس اللي بتتكلم ده مين اللي بيقول الكلام ده الأخ شبير المنافق يقولك مش في صالح الكرة المصرية ولا في صالح الناس اللي بتتكلم الأخ شبير اللي يرضى على إن لعب يتضرب ويتهان ويتسبله الدين وتشتم بأمه قدام العالم كله وعايز الناس تسكت والطاطي وترضى بأي حاجة فين اتحده ما اتكلمتش ليه لما اتحد الكرة قد الحسين الشحات مباريتين وعشرين ألف جنيه غرامة ما اتكلمتش ليه ما ظهرتش ليه على شاشته وقلت عيب يا جماعة ده الولد تشتم وتسبب الدين وتشتم بأمه قدام العالم كله ده المفروض ياخد ايقاف على الاقل 12 مباراة ده شيكابالا فتح بقه بس وشاور ده طول عقوبة ده ما معشوره هو في الزمالك تكلم في قط اللابس ده طول عقوبة وقفتوه 12 مباراة وصلت لثمان مبارات هو انت ايه انت النفاق ده طبع فيك ياخد انت يوم هتقف قدام ربنا لوحدك هتتحاسب بالعمل اللي انت عملتها انت مفيش دم خالص يعني انت طالع تهاجم محامي الولد اللي تشتم وتان طب طلعت يوم اتكلمت على الشحاته اللي عمله طلعت يوم ادنتي الشحاته اللي عمله يلا كل ما حد يتكلم يطلع يقول اموتو اطعو الا فيكم الراجل رشيد راجل رشيد ايه عمل حاجه هو انت ابنك لو تشتم وتهان وتضرب بالقلم وتسبله الجين كنت هتسكت ده انت كنت هتخفي من على وش الارض لكن هنقول ايه النفاق انت وصلت اللي لوصلت له ده بالنفاق تقارير المغربية كشفت في الساعات الماضية على ان محامي محمد الشيبي سيطالب خلال استئناف في قضية تعدي شحات على اللاب بتنفيذ عقوبة الحبس بدلا من جعلها عقوبة موقوفة موقوفة التنفيذ كما اوضح المحامي انه سيالجي الالتحاد الدولي لقرة القدم فيفا من اجل رفع العقوبات التي فرضها اتحاد القرى المصري على النجم المغربي معتبرا هذه العقوبات غير قانونية يعني انتوا عاديين تطبلوا وعاديين تهاجموا المحامي وعاديين تهاجموا اللاعب اللي تشتم وتسبلوا بالدين واتحادوا القرى غرموا مئة الف جنيه ووقفوا مش عارف كم مبارا اللي تشتم وتدرب تسبلوا الدين اتحاد القرى العار اتحاد القرى بتاعنا الفاجر يعني فيه كلام اكتر من كده يتقال عليه وهم عاديين في مناصبهم وعاديين سكتين ولكنهم اخدين بالهم لان ما فيش ما فيش رياضة في مصر ما فيش شباب ورياضة ما فيش وزير هم المتحكمين هنقول ايه ربنا ياخدهم قريب ان شاء الله نروح لنجم الزمالك على بواب الرحيل عن القلعة البيضاء يعيش اتنادي الزمالك المصري هذه الايام حالة من الترقب حول مستقبل حارس مرماء المخضرم محمد عواد هيستشير العديد من التقرير الصحفية والمواقع الالكترونية الرياضية الى اقترابه من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تعود اسباب اقتراب رحيل عواد عن الزمالك الى عدة تعوامل اهمها قلة المشاركة لم يهز عواد بالفرصة الكافية للمشاركة مع الفريق خلال الموسم الماضي حيث جلس على ديكة الاحتياط في معظم المباريات خلف الحارس محمد صبحي رغبة عواد في اللعب بانتظام يرغب عواد في اللعب بانتظام والحصول على فرصة اكبر لاثبات قدراته وهو ما قد لا يتحقق في زل وجود صبحي في الفريق ولا انت صبحي انت اللي اتنين ملكوش اي لازمة دولك الفرصة يا عواد وانت ضيعتنا في اكتر من مباراة خروجك من المرمى خروج جريب جدا فمعلش احنا مش هنضحك بالنادي علشان خاضر سياتك عروض خارجية تلقى عواد عروض من اندية اخرى تسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة مما يشير الى رغبة قوية من جانب بعض الفرق فيها للسفادة من خدمته اشرت تقارير الى وصول عروض من نادي توركي للعب عرض فيه راتب اللعب الذي يصل الى 800 الف دولار بالاضافة الى 200 الف كحوافز للعب بالرغم من عدم تأكيد رحيل عواد عن الزمالك بشكل رسمي حتى الان الى ان كل المؤشرات تشير الى ان مسألة استمراره مع الفريق اصبحت صعبة للغاية قدم محمد عواد مسيرة حافلة بالانجازات مع نادي الزمالك حيث الساهم فيه تحقيق العديد من الالقاب المهمة اهمها لقب الدوري المصري الممتاز ثلاثة مرات لقب قأس مصر مرة واحدة 2018 ولقب السوبر المصري مرة واحدة 2020 ولقب السوبر الافريقي 2020 لقب قاس الكونفيدرالي الافريقية مرة واحدة 2019 يبقى مستقبل محمد عواد غامضا حتى الان لكن من المؤكد انه سيقدم كل ما لديه في حال استمراره مع نادي الزمالك هو ده كل مسيرة محمد عواد اسماء جديدة بقى بتظهر في الفريق هنشوف الكلام ده بعد كده لعب الزمالك الافضل في افراقيا وبعد كده ظهر لعيبة كتيرة في افراقيا فالافضل في افراقيا اشهد الكاتب الصحفي عمر الدرديري باللعب نبيل عماد دونجا لعب خط وسط الفريق الاول لقرات القدم من نادي الزمالك وكتب الكاتب الصحفي عمر الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا افضل خط نص في افراقيا غير كده شكليات كما وجهها رسالة الى اللعب المغربي اشرف بن شاركي في ظل الحديث عن اقتراب عودته للزمالك وتحدثها قائلا مش كفية غربة بقى يعني ارجع يا اشرف بن شاركي نتمنى طبعا لاعب زي اشرف بن شاركي يبقى في نادي الزمالك وهو نفسه قال انا مش هلعب في مصر غير لنادي الزمالك تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وتحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك المحترم النادي الملكي نادي البطولات الحقيقية اللي بجد مش الزائفة مش بالحكام مش بالمحسوبية لا بطولاته كلها بطولات حقيقية هيا كبيرة لنادي الزمالك العظيم النادي الملكي النادي اكثر نادي تتويجا في القارة الافراقية في القارة العشرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر